كما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الأزمات العالمية المتعاقبة لم تجعل أمام القرى الأفريقية خيارا سوى تسريع وطيرة التكامل القرية واستغلال مقدراتها ومواردها الطبيعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء بمفاوض الاتحاد الأفريقي للشؤون الاقتصادية ألبرت موشانجا ونائب السكرتير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا حنان مرسي وعدد أيضا من رجال الأعمال الأفارقة والخبراء وذلك على هامش فعاليات الدورة السادسة من مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة والذي بدأت فعالياته بالعاصمة الإدارية الجديدة وخلال الاجتماع شدد مدبولي على أهمية الإسراء في بناء قاعدة بيانات عن الصناعات المتواجدة بالقارة الأفريقية للتعرف على الفرص المتاحة والاحتياجات المطلوبة بين الدول الأفريقية وتنفيذ شبكة طرق تربط بين الدول الأفريقية ترجمة نانسي قنقر